حكاية البطة شوكولاتة واخوتها الاربعة كان يما كان في المزرعة البطة الام جابت خمس بدات وفي اليوم المنتظر البيت فقس وتلع منه خمس بطات صغيرين اربعة منهم كان لونهم ابيض زي مامتهم والخمسة كان لونها اسود مختلف تماما عن لون مامتها واخوتها الاربعة لما مامتها شفتها قالت الله دي شبه الشوكولاتة هسميها شوكولاتة لما البط بدأ يكبر مامتهم علمتهم العوم في البحيرة وكانوا الاخوات الخمسة بيحبوا بعض جدا ودايما بيلعبوا مع بعض شوكولاتة كبرت ومش عارفة ان هي مختلفة ولا حاجة ما اصل اخوتها عمرهم ما حسسوها ان هي مش شبههم ولما كبروا وراحوا المدرسة البط زمائلهم بدأوا يعلقوا على لون شوكولاتة وان لونها مش ابيض زيهم في يوم من الايام بطة شريرة صغيرة وقفت شوكولاتة والتريأت عليها وقالت لها انتي اكيد مش اختهم انتي مش شبههم خالص هم لونهم ابيض وحلوين وانتي لونك اسود وغريبة شوكولاتة جريت وقعدت تعيط على جنب الوحدها في الوقت ده اخوتها كانوا بيدوروا عليها علشان يروحوا ولما شفوها بتعيط طبطبوا عليها وسألوها حصل ايه لما شوكولاتة حكت لهم اللي حصل اتعصبوا جدا وقالوا لها ده انتي احلى بطة في الدنيا انتي اختنا حبيبتنا بنحب نلعب معاك ونقضي اليوم كله سوا ده انتي قطيب قلبي في الدنيا بتسبينا نلعب بألعابك وبتسامحينا لو ضيعناها غصب عننا وبتقسمي معانا الحلويات بتاعتك ودايما بتساعدينا في الواجب وتشرح لنا اللي مش فاهمينه حتى واحنا في البحيرة بنلعب دايما بتخلي بالك مننا ايه يعني لونك مختلف ده مش معناه انك وحشة ابدا انتي بس مختلفة وراحوا تكلموا مع البطة الشجيرة الزغيرة دي وقالوا لها شوكولاتة دي اختنا وهندافع عنها ضد اي حد يفكر يضايقها وما نفتكرش ابدا انك تقدر يعلينا كلنا الوحد احنا سندل بعض ضد اي حد في الدنيا وشوكولاتة دي احلى وقصيب واشطر بطوطة في الدنيا كلها فرحت شوكولاتة قوي وحست بالامان وعرفت ان مهما حصل عندها اخوتها اللي بيحبوها ودايما هيحموها وتوتا توتا توتا خلصة الحدودة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة